الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله والله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أُسي نفسي وأُسيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى اتقوا الله تعالى وأطيعوه اتقوه في أنفسكم فأنقذوها من العذاب بفعل الطاعات واجتناب المحرمات واتقوه في سلاتكم فحافظوا عليها مع الجماعات واتقوه في أهلكم وأولادكم فنوروهم بالصلاة وتعاهدوهم عليها فإنكم مسؤولون عنهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول الله سبحانه وتعالى استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون عباد الله فين شرع الله سبحانه وتعالى علينا العبادات فإنما أراد بها قرب عباده منه سبحانه ولا يكون ذلك إلا بصلاح قلوبنا ولذلك كان المقصد في كل عبادة معناها لا مبنى وروحها لا حركاتها وهذا ما يجعل الناس يتفاوتون في العبادة الواحدة أداء ولذة وأجرى حتى يصبح بين الاثنين ممن قاموا بنفس العبادة أبعد مما بين المشرق والمغرب والخشوع في السلاة عباد الله هو روحها وإذا فقد الخشوع إذا فقد الخشوع في السلاة كانت السلاة مجرد حركات يقوم بها صاحبها والناس متفاوتون فيه وأجرهم على صلاتهم بحسب خشوعهم وحضور قلوبهم وقد جاء في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر سلاة فسعها ثمنها صبعها سدوسها خمسها ربعها ثلثها نصفها راه أبو داود وهذا الحديث يجب أن يقافه كل مسلم وأن يستحذره عند كل سلاة والخشوع هو قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل قال الحافظ ابن رجب رحمه الله أصل الخشوع لين القلب ورقة وسكونه وخضوضه وانكساره وفرقة فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع جواله والأعضام فإنها تابعة له وهيبة من الله تعالى وخوفه وتعظيمه ومحبته ورجاؤه كلها توجب الخشوع حال الوقوف له سبحانه في السلاة فيتذكر العب تقصيره تقصيره في حق الله تعالى لمقابل عظمته وقدرته سبحانه وتتابع بنعمته سبحانه ويتذكر أن كل شيء يطلبه فهو بيد الله تعالى وكل شيء يخاف فلا عاسم له منه إلا الله تعالى ويتذكر أن سعادته في الدنيا وفوزه وفوزه في الآخرة هو إلى الله تعالى ويتذكر ما ينتظره من ظلمة القبر وأهوال القيامة فلا من جات له منها إلا بالله تعالى فيقف حين يقف في صلاة بقلب سعيد ذلك كله ويستحضره ومن عظمة الله تعالى وهيبته خشع الرسل عليهم السلام إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وكذلك خشع أتباعهم من المؤمنين وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليه خاشعين لله لا يشكرون بآيات الله ثمنا قليلا والقرآن الكريم كرام الله تعالى وهو يتلى في الصلاة ولا صلاة بلا قرآن ومن عظمته وثقله أن الجبال تخر تخر خشوعاً إن من عظمة القرآن الجبال الراسيات الكبيرات تخر خشوعاً لو تنزل عليها القرآن وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون أقول ما تسمعون أستغفروا الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أوسي نفسي وأؤسيكم عباد الله لتقوى الله سبحانه وتعالى يتكلم الله سبحانه وتعالى عن عظمة القرآن أنه لو تنزل على الجبال ندك في الجبال تنهاراً لو أنزلنا هذا القرآن على جبل فرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون أي لعلهم يتفكرون بهذا المثل المضروب لهم في القشوع فيفسعون فإذا كانت الجبال الصم لو سمعت كلام الله وفهمته لخشعت وتسدعت من خشيته فكيف بك أنت وأنت وقد سمعتم وفهمتم كلام الله وفي موضع آخر أخبر سبحانه عن الخشوع عن خشوع الحجارة القاسية له سبحانه فقال تعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله وحين تتراء عظمة الله تعالى للناس يوم القيامة في الموقف العظيم وما فيه من الأهوال والعجائب يخشعون لما يرون أقول الله سبحانه وتعالى قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة أي قلوب يومئذ أي يوم القيامة واجفة خائفة أبصارها خاشعة أي دليلة يعمهم الخشوع في ذلكم الموقف العظيم هيبة من الله تعالى وخوفا عباد الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهدي بنا أن يحفظنا ويحفظ أولادنا أن يحفظنا من هذا المرض الخبيث ويعصمنا وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر